سوشيال ميديا 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 مي و هتسمح لي أنه نقول قناة مش فقوية لما حصل موضوع الكابتن ساد عب حفيز و التصريحات الأخيرة سوشال ميديا الزمالة القوية و مؤثرة حالة الكابتن ساد عب حفيز للتحقيق لكن من المضحكيات النبقيات أن يتحافظ تحقيق مع واحد عيل تصريح سطو صورة هاشرح الحتة دي و هخليك تروض لما الأستاذ عزة تقول حاجة و أنا أكتب وراف جريدة نقول فهم التصريح خطأ لك يا أستاذ عزة تقول تصريح صوت وصولها قال إيه يا أستاذ حاسر قال إيه أنا مش أتصل بأبسح نمرت جريشا بس ما قالش أن جهات جريشا لما أخطأ في مبارات الزمالك وبرامات يتصل إعتذالنا طيب يا أستاذ حسن هو قال اسمحني أنقش النقطة دي مهمة في الجزئة دي مهمة جدا خلينا نقش أخنا فيها بقى يا ريت أستاذ محمد شايني يجيب لنا تسجيل حتى الصوتي الخاص بكابتن ساد حفيز إحنا هنا عندي في النقطة دي ترى ما انتقلنا للنقاط هاخدك للجزئة الخاصة بالكابتن ساد كابتن ساد حفيز تصريح على شاشة قناة إننا دي لادي قال فيه بالنص إن أنا همسح رقم تليفون كابتن جهاد جريشا من عندي طبعا ما قالش علشان بيعتذر لي قال علشان بيعتذر لنا ده اللي أنت هترد بيه علشان كل ما يغلط يعتذر لنا وبيعتذر لنا عن الأخطاء وضربة الجزاء اللي حسبها إذن اتحاد الكرة بدأ يضع عقوبة على هذا التصريح في الجول خد الخبر وحوله الموقع خد الفيديو وحوله الخبر الخبر اعتذر عنه موقع في الجول لكن عندي التصريح الأساسي اللي هو صوت وصورة من مدير الكرة بالنادي الأهلي على القناة الرسمية للنادي الأهلي على شاشة القناة الرسمية للنادي الأهلي وحنش يقدر ينكرها لكن لما تيجي تحاد الكرة أخطأ مرتين مرة بالعقاب إقاف كابتن سيد عبد الحفيظ خطأ مية في المية أخطأ مرة تانية برفع العقاب وحفظ التحقيق لتنين هاخدك لنقطتين اتنين الأولى كابتن سيد قال كده ولا ما قالش أنا أوضحها لأنه هو قالها بس قال إيه بقى كابتن سيد لما جي تكلم قال أنا همسح أنا فاكر الكلام كويس أنا همسح نمرت كابتن جهاج جريشة من عندي من على التليفون علشان مش كل شوية إيه يعتزل لنا بس أقف عندي الموقت أنا أحللها بقى أنا أنت راجل دكتور وأنا لغوي لما بتسرد حاجة كده زي بيت الشعر مركب على بعض أنا لما أقول لك يا دكتور محمد أنا همسح رقمك من عندي بكلمك أنت علشان مش كل شوية تغلط وتعتزل لنا إذن مسح الرقب مرتبط بالاعتزار ماشي هو كابتن سيد هنا ده جواب من الكلام كابتن سيد هنا ما عندوش حاجة يداريها لأن كابتن جهاج جريشة بالفعل كان بيطلع يعتذر على صفحاته على السوشيال ميديا للنادي الأهلي بس مش هالتليفون كابتن جريشة اعتذر لمن تاني من مدير الكورة في الأندير من هقول لك هو بعد ذلك برضو ما تقدخل نقطة تانية لا 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 خلينا خلص النقطة دي وبعدين نرى النقطة التانية خد راحتك كابتن سيد لما اكتلع قال أنا هشيل رقم جهاج جريشة من على التليفون بتاعشان بيعتذل لنا ما يقصدش بيها مباراة الزمالك وبرامدس هي كناية إن كابتن جهاج جريشة أخطأ مباراة الزمالك وبرامدس لا 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 أستاذ حسن سيبوا هو يكمل سيبنا يكمل بس لأن كابتن جهاج جريشة في أكتر من مباراة طلع يعتذر للنادي الأهلي حالتك لو تتذكر من دارة 24 مباراة الرقاب مطروح ومباراة بيرامدس بإلغاء هدف بوليا جميل جدا حضراتك حضراتك في النقطة دي فده اللي يقصده مين كابتن جهاج جريشة أخطأ في مباراة الزمالك وبرامدس واتسر يعتذر لي طيب ما يقصدش دي بص أقول لحضراتك كناية أنه يقصد يعني يغلط ويطلع يعتذر يغلط ويطلع يعتذر ده فيه إهانة للتحكيم ولا مفهوش اللي عمل في نفسه كده كابتن جهاج جريشة والسؤال ده الكلام اللي قاله الكابتن سيد عبد الحفيز ومش هدخل في نياته يقصد أو ما يقصدش ولا أنت تدخل في نياته بس أقول لك حقيقة حضرتك إعلامي حضرتك إعلامي وكل شوية حضرتك تعمل موقف وتتصل تعتذلي تعمل موقف وتتصل تعتذلي ومش بتعتذلي بس بيني وبينك كده في التليفون ده حضرتك على السوشيال ميديا وعلى صفحاتك اللي موجودة بتعتذلك تمام حضرتك اللي مش مقدر قمت التحكيم هو اللي مش بيحب نفسه بيحترم نفسه من حق الكابتن سيد يوجه الكلام ده للتحكيم المصري من حقه ما أنا بقول لحضرتك أهو هو مش فيه ناس بترقب التحكيم المقود أن كابتن جاهد جريشة نفسه الناس اللي بترقبه من لجنة التحكيم تقول له ما تعملش كده انت عارف يا دكتور محمد أنت عارف المشكلة في إيه المشكلة وأنا عارف أن أنت فاهم كواس جدا المشكلة الناس بتبقى عارفة جمهور الأهلي وجمهور الزمالك أحيان جمهور الأهلي عارف جدا كويس جدا أن ده في خطأ وانت عارف ومتأكد وفيه إيهانة للتحكيم لا يا كابتن والتحاد الكرة المصري خد القرار يا أستاذ عزة ده أنا ده الكلام ده لو يقصده بالاتصال يتشطر لا يا أستاذ عزة لكن العقوبة ست مغريات مع احترام شديد ليك التحاد الكرة أخطأ ما أنا قلت لا ده أخطأ إن هو مش إن أنا أقول لحضاك بقى إن هو فرض عقوبة وبعدين شالها لا إنت المفروض أصلا معلش مع احترام الشديد ما توجهش أي لوم غل الحكم بتاعتك لأن الحكم بتاعتك اللي هو اللي فقد هبت التحكيم مش كابتن سيد إنت بتعتزلي ليه إنت النهاردة زرامطيني أنا النهاردة غيت مع حضاك الحلقة هو كابتن جهاد جريشة طالعا اعتذر ما اعتذر على طول لحظة آخرها مباراة برامل يا أستاذ عزة هو اعتذر في مباريات الأهل اللي أخطأ فيها وده اللي الكابتن سيد يقصده لكن الكابتن سيد مالوش علاقة بمباراة الزمان التوقيت اللي آن فيه كناية لأن دي بعد مباراة الزمان مش معنا دي كناية يعني هو ده فيه اللوم اللي وجهه الكابتن سيد على الهوى لحكم مصري بالاسم كابتن جهاد جريشة بص يا أستاذ مش فيه هنا للتحكيم ده زكاء من حضرتك إن حضرائك عايز اللي يلبسها كابتن جهاد جريشة لأن كابتن جهاد جريشة يا عمي أنا ما بعذرش لكابتن جهاد جريشة والله العظيم بص كابتن جهاد جريشة غلطان مية في المية لكن كابتن سيد وكابتن سيد عبدالحفيز برضو غلطان مية في المية لب هو غلطان أنت بتعتذر على صفحات أنا هفض برضو رأي لأس حسن أنا شعايز يقول كلمتين تفضل قولهم لكن أنا ما وصلتنيش لمرحلة لقصناع بكلامك أنت بتكلم في تصريح صوت وصورة أنا ما بتكلم يا قدر أقول أنا ما أصدش أنا ما بتكلم صوت وصورة على إيه أساس حسن في الدول المتعذرة يا دكتور على إيه زي إيطاليا ليفينتس نزل وما أدركها بليفينتس أنا بكلمكش على ودي ديجلة هو في تلعب في النتائج يا أساس حسن يعني ما أحترم ليه لا هو بيعتزل هو بيطلع يعتزل على سب دي حاجة ودي حاجة درجة أني فيه شبهة في الدوري الإيطالي يا أستاذ عيز ما دي حاجة ودي حاجة برضه طبق انتحاد الكرة القدم الإيطالي المحترم القانون وهبب نادي ما شاء الله علي نادي دي حاجة ودي حاجة دع تلق الفساد يبيب في شبهة هنا أن فيه اتصال ما بين أحد الحكام بمدير لا ما تأخذ رد أنا فابر مش رد هو لا شبهة الفساد خد مننا بقى مش موجودة يعني ايه مش موجودة يعني هو قال ما قالش نصا انت بتتصل تعتذر لي في تواصل بتعتذر لي لا لكن فيه هي شبهة الفساد المباشر الاتصال المباشر انت بتتصل بيه علشان تعتذر له أقدر أقولك ان هما نجحوا ان هما يقنعون ويقنعوا الناس كلها بيها يعني لكن الشبهة الموجودة هي ايه فيه اهانة للحكم فعليا ولا مفيش سواء كان يقصد الاعتذار بالتليفون او الاعتذار على السوشيال ميديا على السوشيال ميديا هو الهان نفسه لا انت ما تكرر ليش اهان معلش انا اقوله عن نفسي لفظ سي اضرب لك مثل المستشار تركي قال الشيخ تمام لما طلع السعيد تمام مش هقول الكلام ده لما يطلع حد تاني يكررها واحنا طلعنا وخررناها في برامج او طلع رئيس النادي يكررها كنت بتزعله تكرار الهانة زع بس معلش انت بتقول بتكرر النقطة دي بعد اذنك عشان انا حبا اتكلم فيها لا انا مش هخليك تتكلم فيها لا انا مش موضوع حمارة الهيئات والدولة المصرية المحترمة بكل هيئتها تمام انا مش عايز اقول برائت لان النادي الاهلي ما كانش متهم ولا هو ولا مجل صدرته ولكن حضرتك تعلم تماما بهيئات الدولة المحترمة اعلنت ان النادي الاهلي وجميع الهدايا اللي كانت موجودة في خزينة النادي يعني الاهلي ماخذ شخص انا مبناقش الموضوع ده خب بس لا بضرب لك مثل بضرب لك مثل مهد اهلي بزيار لا 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 مش بالمثل ده لان المثل ده ما احترمي شديد لحضرتك الهيئات الدولة المحترمة برضو مش هقول برائت النادي الاهلي لان النادي الاهلي ما كانش متهم النادي الاهلي مجلس ادارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب ناس محترمة وناس شريفة والدولة أعلنت ده والدولة المصرية مفيش حد فيها فوقتهم الله يا أنت لو بتتبعني أنا بكنام حضرتك لا أنت لو بتتبعني أنا مشكلتي في القضية اتكلمت فيها بصراحة وقلت وجهة نظر لو أنت بتتبعني سواء ميديا أو سوشيال ميديا هتعرف أن أنا قلت أن الأهل مش غلطان في الجزئية دي أنا بقول أن الأهل غلطان في أن حد وجه التهمات ما ردوش عليه ولما تكررت توجيه للتهمات من أشخاص أخرى بدأوا إيه لا بس فيها حاجية لن يعلموا الغارة بعد